اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني كان الطيار المتردد ده عند نشأته وعند تكوينه كان بيتغير معموري الزمن او تغير دوري معناها انه كان بيبقى فيه موجة جيبية وكان الموجة الجيبية كان بيبقى النص الاعلى او نصفها موجب ونصفها سالب وكان خلال كل لحظة او كل فترة من الزمن طبعا بتبقى لحظة قصيرة جدا بيبقى الموجة الجيبية او قيمة الطيار او قيمة القوة الدفع الكهربية المتولدة بتاخد قيمة معينة عند كل لحظة معينة وده هنشوفه في بعض الصور اللي احنا وضحناها علشان ندخل على الجزء الجديد بتاعنا لو بصنا على الشاشة معانا هنلاقي انه فيه هنا صورة بتوضح لي الملف اللي بيدور بين قطبين مغناطسيين علشان احصل على الموجة الجيبية وطالما حصلت على الموجة الجيبية معناها انه قدرت احصل على الطيار المتردد او قوة دفع الكهربية معناها ايه الصورة دي بتقولي ايه بتقولي ان الموصل ده عند ادارته يعني دورانه بين القطبين الشمالي والجنوبي الموصل بيقطعخطوط المجال فلما يقطعخطوط المجال المغناطسي اللي يحصل تتولد موجة جيبية زي دي او بتتولد قوة دفع كهربية لها قيمة عظمة بالموجة ولها قيمة عظمة بالسالب تمام كده طيب نشوف صورة تانية توضح لي الكلام ده الصورة دي بتقول لي ايه ان ده قط بين قطب شمالي وقطب جنوبي احنا دلوقتي بنجهز نفسنا علشان ندخل على جزء مهم في حلقتنا النهاردة القطب الشمالي والقطب الجنوبي حركة الموصل احنا بنمثلها بالنقاط اللي موجودة دي يعني لو بصيت على النقطة ايه والنقطة ايه تمام هنا النقطة كانت صفر تمام وهنا قصدها كانت عند تمانين مية وتمانين طيب لو بصنا هنا النقطة ايه بص هنا على المنحنة على الموجة الجيبية النقطة ايه بدأت بكام برافو بدأت هنا بصفر يبقى هنا بدأ بصفر وقصدها النقطة ايه الوضع الموصل كده موازي لخطوط المجال كانت النقطة مية وتمانين بص هنا النقطة ايه فين على النقطة على الزاوية مية وتمانين درجة معناها ايه ان الموصل لما كان موازي لخطوط المجال وده قلنا في حلقتنا السابقة الحلقة اللي فاتت قلنا ان المواصل لما يبقى موازي لخطوط المجال ايه اللي هيحصل هيبقى انه مفيش توليد قوة دفع كهربية معناها انه كان في النقطة صف ووصل للنقطة اللي قصدها 180 امال امتى يا فانديم يديني القيمة العظمى سواء بالموجب او بالسالب اه تعال بص بقى هنا على الشكل ده بيقول لي ايه عند النقطة سي وعند النقطة جي كانت الزاوية كان 90 درجة وهنا كان 270 درجة صح كده يبقى انا عندي ايه اقولك انه لما كان عند النقطة 90 درجة اللي هي سي بص هنا كده على المنحنة بتاع الموجب جيبية هتلاقي ايه ان النقطة سي كانت زاوية قطع كان 90 درجة طب نقطة هنا ونسأل هو لما كانت النقطة او زاوية القطع 90 درجة زاوية القطع 90 درجة معناها ان المواصل عمودي على خطوط المجال معناها ان المواصل عمودي على خطوط المجال طيب وما لما كانت المقطة ج عند 270 درجة معناها ان هي كانت بالسالب لما الموصل نزل هنا بالسالب لما كمل دورته تمام لما كمل الدورة بتاعته اداني عند القيمة العظمى اللي بالسالب طيب انا عايز اشوف شكل يا مستر صورة بتتحرك توريني شكل المججبية وهي بتنشأ تعال نشوفها مع بعض بص دي كده ادي هنا الموصل لما بيتحرك النقطة الحمرة او لما بتتحرك هنا بيحصل ايه هي لها الزل بتاعها النقطة السودة اللي بتمشي وراها دي بص هنا النقطة الحمرة لما بتيجي عند النقطة اكس بتبقى صفر النقطة الحمرة لما هتيجي عند النقطة اكس بتبقى ايه صفر وهنا الموجة الجيبية احنا قلنا ان نصف الموجة الجيبية قيمته كام قيمته اتنين باي او من صفر لحد باي طب الباي دي قيمتها كام 180 درجة انا فهمتها منين 180 درجة لانه لو رجعنا للشكل ده بص كده ادي هنا من صفر لحد كان 180 درجة يعني على طول الصورة دي تقول لي ان نصف الموجة الموجة كان من صفر ل180 درجة طب والنصف السالب من 180 ل360 تمام كده طيب فكرة عمل المولد احنا قلناها برضو انه قلنا انه قطع المجال المغناطيسي للملفات السابتة بيولد قوة دفعة كهربية ودي كنا بنقول انه من خلال دوران الموصل بين المغناطيسيين فكان بيعمل ايه كان بيسبب انه بيتولد قوة دفعة كهربية ولما بتتولد القوة الدفعة الكهربية كنا بنقول انه فيه تلت جهود او في النظام السلاسي بيتولدوا اما في الوجه الواحد هو قيمة جهد واحد او قيمة واحدة للجهد جهد الايه الخط اللي موجود لما هنا بنتكلم في السلاسي الاوجه قلنا ان التلت جهود اللي بيتولدوا او التلت تيارات اللي بيتولدوا نتيجة توليد الموجة الجيبية او نتيجة تشغيل المولد كنا بنقول ايه برافو عليكم لفاكر كنا بنقول ان في زاوية ما بينهم زاوية ازاحة 120 درجة تمام 120 درجة لو بصنا على الشكل اللي قدامنا هنلاقي انه بيوضح لي 120 درجة الزاوية ما بين كل ما بين التلات اوجه وما بين الجهود التلاتة او الطيرات التلاتة طيب قلنا بعد كده لو بصنا على الشكل اللي بيتحرك قدامنا برضو هنلاقي ايه ان الاقطاب المغناطيسية بتضوك بين ثلاث ملفات طيب الثلات ملفات دول ايه اه يبقى احنا كده بنتكلم عن الثلاثة الاوجه احنا بنفتكر اللي احنا قلناه الحلقة اللي فاتت عشان نبدأ الحلقة بتاعتنا وحنا فاكرين احنا كنا شغالين في ايه القد بين المغناطيسيين هنا ايه اللي بيحصل انه هما لما بيدوروا الاقطاب المغناطيسية دي قد بشمالي وقد بجنوب لما بيدوروا بين الملفات الثلاثية انا عندي اللي واحد اللي اتنين اللي تلاتة ايه اللي بيحصل المجال المغناطيسي بيقطع كل ملف بمفرده صح كده فبالتالي بيولد لي موجة جيبية منفصلة عن كل ملف يعني كل ملف بيتولد في موجة جيبية وجهالنا كده مستر علشان نشوف يعني كل ملف وموضوع الازاحة هيبقى ظاهر ازاي برافو عليك اللي تكلم في نقطة الازاحة فهو فاهم هي هتيجي ازاي بص كده معايا شكل الموجة عايزك تتخيل تتخيل معايا الاول كده تتخيل معايا حركة الاقطاب بين الملفات وتخيل شكل الموجة وهي بتطلع بص شكل الموجة هي بتطلع بيقولك ان فيه هنا الملفات بالوان وهنا الموجة الجيبية احنا عملينها بالوان ليه كل ملف من دول ليه لون تمام فنقول ايه الملف الموجة الزرقى دي الموجة الجيبية الزرقى هي بدأت من الصف ونزلت في 180 وبعدين نهاية الدورة بتاعتها اللي هي 360 طب بدأت من الصف طب اش معنى ده بدأ من هنا او بالشكل ده واش معنى ده بدأ بالشكل ده ارجع اقول لك ايه انه كان في زورة ازاحة مية وعشرين درجة بين كل اه وجه تمام زورة ازاحة مية وعشرين درجة بين كل وجه طيب ده كان مراجعة سريعة على الحلقة السابقة ووقفنا في الحلقة السابقة عند الجزء الخاص بطرق توصيل الملفات السلسية الاوجه ولما تكلمنا عن طرق ملفات السلسية الاوجه احنا قلنا ايه قلنا ان انا عندي طريقتين الطريقتين دول كانوا اااااا طريقة التوصيل نجمة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مع بعض كده طرق التوصيل بتاعتي بيقول لي انه طرق التوصيل اه الملفات السلاسية الاوجو طريقة التوصيل النجمي اللي احنا مقول عليها and star وبيرمز لها بالرمز النجمة وآآ طريقة التوصيل المسلسي delta اللي هي الشكل المسلسي ده طيب التوصيل نجمة طريقة التوصيل نجمة دي بنقولها ازاي بشكل توصيل النجمة بيبقى عندي احنا التوصيل النجمة او delta ده بيكون خلينا متفقين كده على انه ما بيكونش في الواجه الواحد. تمام? ما بيكونش في الواجه الواحد اللي جهده متين وعشرين درجة. صح كده? امول بيبقى فين? بيبقى في الجهود التلاتة. في حالة توليد جهود جهد ثلاثة الاول. طيب. توسيلة النجمة دي بتتم ازاي? انا عندي تلات ملفات. عايز اوصلهم نجمة. عندي تلات ملفات عايز اوصلهم نجمة. لو قلنا بكل بساطة نقول انه التلات ملفات اللي موجودين عندي ممكن يبقوا بالشكل اللي احنا بنعمله ده كده نبص مع بعض كده يا شباب ونقول احنا هنعملها ازاي ادي عندي اه هنا نقول ادي ملف او وجه بقى خلينا نتفق انه اه في اه الملف بيمثل وجه يا شباب تمام وهنا كمان ادي وجه تاني اهوت ولو تلاحظوا انها خدت شكل النجمة صح كده خدت شكل النجمة طيب احنا هنرسمها ازاي او نتعامل معاها ازاي لو بصينا وقلنا انه ادي وجه عندي اهوت ده كده ملف من الملفات تمام وادي كمان ملف اهوت وهنا كمان ملف والله في طالب يقول يا مستر انا مش عارف اعمل الشكل ده اقول له عندك مصطرة الهندسة الكهربية فيها الاشكال فيها اشكال النجمة والدلتا تقدر تتعامل معها بكل سهولة بكل سهولة وسلاسة طيب اه هي كده التوصيلة خلصت اقول لك لا ده هي بيبقى فيه هنا كمان نقطة تجميع تمام يعني لو هنا قلنا اكس وواي وزد هنا مثلا اه يعني حط النهايات كلها لو دي البدايات يبقى عندي هنا النهايات اتجمعت في نقطة طب النهايات دي يا مستر هنستفد بيها اه هقول لك ايه انه اقدر اطلع منها بخط رابع تمام كده اهو اهو خط رابع كده طيب الخط الرابع ده هنسميه ايه هي النقطة دي اسمها نيوترال او نقطة التعادل النقطة دي اسمها ايه نيوترال او نقطة التعادل طيب انا ممكن اعمل ايه تاني قال له انه طلع لي هنا الجهود او خطوط الخطوط التلاتة او الاطراف التلاتة اللي عندك يبقى ادي كده اهو ادي فردة وادي التانية وهنا اقدر اطلع بالفردة الرابعة من هنا انا بعمل كده ليه لانه خلال شرحنا هنتعلم مع بعض هنتعلم مع بعض انه الجهود التلاتة او في حالة السلاسة الاوجه وتوصيلة النجمة بيقول لي ايه انه في امكانية الحصول على اكتر من قيمة للجهد تمام في امكانية للحصول على اكتر من قيمة للجهد امتى في توصيلة النجمة تمام طب وبيتم توصيلها ازاي بيتم توصيلها عن طريق ايه بقى يا اما بنجمع زي ما شفنا في الرسم كده يا اما بنجمع نهايات الملفات في نقطة تمام؟ أو بنجمع بدايات الملفات في نقطة صح كده؟ طب ونقطة التجميع حضرتك احنا سميناها ايه دلوقتي؟ سميناها ان اختصارا لكلمة نيوترال تعادل صح كده؟ يبقى انا عندي ادرت ان انا اشكل الرسمة بتاعتي نقطة التجميع سواء بدايات سواء نهايات سميتها نقطة التجميع ايه؟ نقطة التعادل وبالتالي بقى عندي خط توصيل او جهد او نظام زو اربع اسلاك طب هو النجمة اربع اسلاك بس اما هو ممكن يبقى تلاتة وممكن يبقى اربعة وخلال شغلنا وشرحنا حنفهم امتى يبقى تلاتة وامتى يبقى اربعة تمام؟ طيب ايه تاني عايزين نقوله؟ انه قلنا انه بيتم توصيل النهايات او البدايات في نقطة وتسمى نقطة ايه؟ التعادل طيب ومحصلة الجهود التلاتة محصلة الجهود بقى بيقول لي ايه؟ انه يتم توصيل السلاس بدايات او السلاس نهايات للملفات التلاتة مع بعضها لنخرج من النظام بسلاس خطوط تمثل السلاس نهايات او السلاس بدايات حسب انت موصل والله خط البدايات او خط النهايات والخط المشترك يطلق عليه خط التعادل اللي هو اختصارا لكلمة نيوترال اسمها ان ويكون محصلة الطيارات التلاتة في حالة الاتزام يساوي ايه شباب؟ يساوي صف يعني اي واحد زائد اي اتنين زائد اي تلاتة بتساوي صف طيب احنا عايزين نشوف حاجة تانية عايزين نعمل ايه؟ عايزين نشوف احنا نقدر نوصلها ازاي؟ طب والله احنا رسمناها وقدرنا نوصلها تعال نشوف على اللوحة بتاعتنا كده نقدر نوصلها ازاي؟ والاوجه بتاعتها تبقى ازاي؟ نبص على الشاشة مع بعض كده هنلاقي انه ادي التلات اوجه اللي احنا عملناهم وهتلاقي هنا شكل الرسمة غير اللي انا رسمته ليه؟ انا بديلك الشكلين اللي تقدر تعملهم بص كده ادي التلات ملفات تقول لي يا مستر انا هنا عاملهم مستطيل اقولك ما هنت في سنة اولى الصف الاول اتعلمت ان الملف ممكن يترسم بالشكل المستطيل مش الشكل الحلزوني اللي انا عملته يعني عادي معايا الشكلين تمام؟ لانه قلتلك انه الشكل اللي على الشاشة قدامك ده هتلاقيه موجود فيه الشبلونة او مصطرة الهندسة الكهربية هتلاقيه جاهز مش هيتعبك وهتبقى تقدر تزلل وخد بالك وانت بترسم الشكل ده او بترسم توصيلة النجمة او الدلتة او بترسم اي ملف خد بالك لابد انك تزلله لانه لو ست لو ست الملف فاضي اه مش متزلل ايه اللي هيحصل لو جواه خط انا اعتبرت منك على انه مصهر وسيلة حماية ولو ما جواهوش خط اعتبرت منك انه مقاومة فما بقاش ايه؟ او جه ثلاثة ما بقاتش توصيلة نجمة ده بقى حمل متزن عبارة عن مقاومات مثلا تمام؟ وما ينفعش نسيبه فاضي وجواه خط بقى مصهر طب نكمل مع بعض نكمل هنا لقينا انه قادي خط التعادل اللي انا ممكن اعمله او احصل عليه الخط الرابع تمام؟ اللي هو نقطة التعادل او نقطة النيوترال امال اي اي واحد اي اي اثنين للجهد برافو عليك انت لسه فاكر تعالا نشوفها مع بعض. لو بقسنا الجهد بين الفردة دي والفردة دي او الوجه الاول والوجه التاني تمام? يبقى انا بقيس جهد الخط. ما? واضحة دي? لو هقس الجهد بين الوجه الاول والوجه التاني ده يبقى انا بقيس جهد الخط. اما لانا عايز اقس يعني. في جهد تاني? اه في جهد تاني. فين? اهو. لو قصت بين خط التعادل النيوترال وبين اي وجه من احد اوجه التلاتة يديني حاجة اسمها جهد الوجه يديني حاجة اسمها جهد الوجه تمام يبقى انا دلوقتي فهمت حاجة مهمة انه انا اقدر احصل على اكتر من قيمة للجهد وده معناه انه الطيار في توصيلة النجمة الاي ال بيساوي يعني ايه الكلام ده يعني انه طيار الخط يساوي طيار الوجه تمام طيب تعال نشوف مع بعض هنا على الورقة معنا مع بعض العلاقة بين الجهود والطيارات في توصيلة النجمة لو بصينا كده مع بعض هنلاقي انه في حاجة اسمها جهد الخط جهد الخط هنا بيعبر عن ايه شباب قال لي ان جهد الخط ده بيساوي جزر 3 تمام في جهد الوجه طيب هو جهد الوجه مش كان المسافة اللي هنا دي كده كانت اسمها ايه في فيس صح وكانت المسافة دي كان اسمها ايه يا شباب كنا بنقول عليها ال VL اللي هي جهد الخط طيب يبقى انا عندي كده اقدر اقول ان ال VL يا شباب بتساوي ايه بتساوي جزر 3 في النقطة دي نتعود ان هي فيه تمام جزر 3 في ال VF طيب وبالنسبة للطيار يبقى عندي طيار الخط يساوي طيار الوجه وده معناه ايه معناه انه ال I L اللي هي طيار الخط يساوي ال I face اللي هو طيار ايه الوجه تمام كده طيب انا عايزين نفهم الكلام ده ال VF معناها ايه ال VF معناها ايه وال VL معناها ايه تمام كده طيب وال I line معناها وال I face علشان اقدر ندخل على مسائل بعد كده او امثلة ونقدر نشتغل فيها ونحل مع بعض فيها تعال نبص على شاشة بتاعتنا ونشوف الحاجات دي معناها ايه هنا بيقول لي ان جهد الخط بيساوي جزر 3 جهد الوجه يعني ال VL بتساوي جزر 3 VF طيب وطيار الخط يساوي طيار الوجه يعني ايه الكلام ده يعني I L تساوي I face لحد كده تمام طب انا عايز افصر كل حاجة من دول بيقول لي ايه بقى ان جهد الوجه هو اسمه ايه VF يبقى في المسألة او في المسال اللي هيدهه لك يقول لك علما بان جهد الوجه قيمته مثلا 3000 يبقى انا عرفت ان ده VF تمام طيب جهد الخط جهد الخط هنا اسمه V line بس احنا بنختصرها او نقول VL تمام طيب جهد الخط دي ممكن يقولها لي في المسال او في المسألة ممكن يقول لي كلمة جهد الخط او يقول لي جهد الاطراف تمام او يقول جهد الاطراف طيب طيار الخط I line واختصارها I L برضو وطيار الوجه اللي هي ال I face تمام كده طيب توصيلة الدلتا توصيلة الدلتا طبعا احنا اتفقنا ان التوصيلات دي بتبقى في النظام السلسي الاوجه تمام كده طيب توصيلة الدلتا بقى تبقى ازاي توصيلة الدلتا دي احنا اتفقنا ان هي بتبقى توصيلة مسلسية او شكل مسلسي بيبقى في مجموعة ملفات اللي هي التلات ملفات طيب اه التوصيلة دي اقدر احصل منها على اكتر من قيمة للجهد لا مش هتقدر تحصل على اكتر من قيمة للجهد امال ايه قال لك ده الطيار هو اللي تقدر تحصل على اكتر من قيمة للطيار تمام طب امال هي بتتوصل ازاي بص انا انا برسمها لك هنا ليه بحيس انه يبقى الموضوع سهل بالنسبة لك وهو طبعا هيبقى سهل لانه عندك المسترة الهندسة الكهربية دي بيبقى موجود عليها الشكل النجمة وشكل الدلتا وبأحجام مختلفة يعني هي هتلاقي النجمة موجودة مرتين يعني اه في مقاس كبير وفي مقاس لها صغير والدلتا هتلاقي لها مقاس كبير ولها مقاس صغير تمام? اه طيب بيتبقى بشكل مسلسي هتبقى كده وقادي الملف في النص اهو وهنا برضو نفس الكلام اهو اهو وهنا الناحية التالتة او الملف التالت بيبقى بالشكل ده كده اهو طبعا اه دي الملفات بتاعتنا اتفقنا اهو انه في شكل على الشبلونة انت ممكن تعمل به اهو كده تمام? وادي عندي الشكل التاني او الملف التالت اهو طبعا هنا بيبقى عندي التالت خطوط اللي بيطلعوا من هنا او الاطراف الملفات اهو كده بالشكل ده طيب هنا عندي يا شباب في خط تعادل او نقطة تعادل اقدر احصل على خط رابع لا مفيش يعني اقدر اقيس الجهد من هنا لهنا كده ايوة يا مستر اقدر رئيس الجهد من هنا لهنا ويبقى اسمه في ال تمام كده طيب يبقى انا عندي اقدر احصل على اكتر من قيمة للطيار فيه يبقى هنا عندي طيار الوجه وطيار الخط طب هتتوصل ازاي نقول مع وعد كده هتتوصل ازاي توصيلة الدلتا في توصيلة النجمة احنا كنا بنعمل ايه بنجيب النهايات او الاطراف بنجمعهم في نقطة وتسمى نقطة التعادل واقدر احصل على خط رابع من نقطة التعادل في توصيلة الدلتا لا مفيش الكلام ده فيش خط تعادل ومفيش توصيل اللي هي تجميع النهايات في نقطة او البدايات في نقطة اموال هنوصلها ازاي لو لاحست من الشكل اللي احنا رسمناه عملنا ايه كل ملف من الملفات دي ليه بداية وليه نهاية كل ملف ليه بداية وليه نهاية تمام يبقى هنعمل ايه بقى في التوصيل هناخد بداية الملف الاول اللي احنا هنسميه الوجه الاول بقى خلينا نتكلم عن ان كل ملف هو وجه صح كده هناخد بداية الملف الاول نوصلها او نهاية الملف الاول ببداية الملف التاني ونهاية الملف التاني ببداية الملف التالت ونهاية الملف التالت مع بداية الملف ايه الاول يبقى احنا لو قدرنا نفهم الكلمتين دول هنعرف نوصلها تعالى نشوفها تشرحها ازاي على الشاشة وهتكتب الشرح بتاعها ازاي لانه ممكن يقولك اشرح بالرسم مع كتابة العلاقة بين الجهد والطيار توصيلة الدلتا يتم توصيل نهاية الوجه الاول مع بداية الوجه التاني ونهاية الوجه الثاني مع بداية الوجه الثالث ونهاية الوجه التالت مع بداية الوجه الاول يبقى كده قفلتها مسلس تمام وبهذه الطريقة تتجه القوة الدفعة الكهربية للأوجه الثلاثة في اتجاه واحد تمام يعني معنى الكلمة دي اني مش هيبقى عندي فيلاين ومش هيبقى عندي فيفيس صحي كده ده هيبقى الفيلاين هو بالضبط الفيفيس تمام طيب يبقى الثلاث جهود هيبقوا موجهين في اتجاه واحد ويكون المجموع الاتجاهي لهذه القوة تساوي صفر عند اي لحظة يعني ايه ال اي واحد زائد اي 2 زائد اي 3 تساوي صفر تمام كده طيب تعال نشوف على البورد اللي معانا ده عايزين نشوف هنوصلها ازاي التوصيل هنا زي ما احنا قلنا بس انا جابها لك بشكل يعني مديلك طريقة تانية او شكل تاني عندي هنا ادي التلات ملفات حطينا التلات ملفات لو تلاحظ ان ادي الملف الاول والملف التاني والملف التالت طب عملنا ايه مستر عملنا زي ما احنا قلنا بقى في شرح المنظومة او النظام التوصيل قلنا ايه قلنا انه نهاية الملف الاول وصلناها ببداية الملف التاني ونهاية الملف التاني ببداية الملف التالت ونهاية الملف التالت مع مين يا شباب مع بداية الملف الاول وبكده تكون توصلت توصيل ال دلتا واللي من خلالها افهم برضو انه عندي ال V-line بيساوي الفي فيس وكمان الاي لاين هو اللي بيختلف بقى بيبقى جزر ثلاثة الفي فيس طيب في هنا معلومة عايزين نفتكرها مع بعض بقول لك خد بالك انه اذا كان الحمل متماثل دي هترجعنا لنقطة قلتلك عليها اللي هي ايه امتى توصيلة النجمة تبقى ثلاث خطوط وامتى توصيلة النجمة تبقى اربع خطوط نقول مع بعض اذا كان الحمل متماثل يعني متزن لا داعي لوجود سلك التعادل اللي هو خط النيوترال او الفردة اللي في نقطة التجميع اللي اسمها ان ويسمى نظام نجمة ثلاثة اسلاك او ثلاثة اسلاك طيب النقطة التانية يمكن ان نحصل على جهدين مختلفين في حالة التوصيل نجمة اربع اسلاك يعني هي دي النقطة اللي حضرتك قلت عليها مستر اللي هي لما يبقى عندي خط تعادل اقدر يبقى عندي في فيس وعندي في لاين ده في توصيل النجمة تاني في حاجة تاني اه بيقول لي انه يستخدم جهد الوجه لتغزية احمال الاضاءة ومحركات الوجه الواحد جهد الوجه يستخدم لتغزية احمال الاضاءة ومحركات الوجه الواحد طب ايه تاني جهد الخط بيستخدم فين؟ يستخدم جهد الخط السلاسي الاوجه لتشغيل دوائر القوة والمحركات السلاسية الاوجه يعني الجهد اللي عندي في البيت ده وجه واحد ولا سلاسي الاوجه انا دخل لي في فيس ولا دخل لي في لاين دخل لي جهد خط ولا دخل لي جهد وجه افهمها ازاي هو البيت عندك شغال وجه واحد صح كده مش شغال سلاسي الاوجه طب ما انا عندي محركات يا مستر في البيت عندي التلاجة وعندي الغسالة الاوتوماتيك وعندي احمال حسية زي السخان غلاية مايكرويف فرن كهرباء عندي احمال كتير عندي مراوح في البيت مايه محركات بس احنا بنتكلم عن نظام النجمة او نظام انظمة التوصيل سلاسية الاوجه اللي هي نظامها نظام نجمة منها ومنها اللي هو النظام الدلتا برضو انا عايز افهم هو انا دخل لي في البيت ايه برضو دخلك ميتين وعشرين فلت المنازل بيدخل لها ميتين وعشرين فلت بتشغل احمال الاضاءة اللي عندك واحمال القوة احمال القوة متمثلة في ايه انا سامع اللي بيقول هي احمال القوة يعني البريز والمآخذ برضو عليك احمال القوة يعني البريز والمآخذ اي حاجة بتحطها في مآخذ اي جهاز كهرابي عندك بفيشة بتحطها في البريزة او المآخذ تمام دي احمال القوة فبالتالي هي بتشتغل المنازل على ميتين وعشرين فلت تمام علشان نفرق اللي عاوز يفهم الحتة دي من عندي محركات في البيت بس محركات وجه واحدة هنا بنتكلم على الأحمال الثلاثية الأوجه تمام طيب نشوف مع بعض تاني عندي هنا التوصيلة أو القدرة في النظام الثلاثي الأوجه القدرة في النظام الثلاثي الأوجه القدرة هنا لو كان النظام متزن في حالة أن النظام متزن بيكون أن القدرة عبارة عن أن هي 3 في الفيس ليه؟ ليه 3 في الفيس قال لك لأنه الفيس عندك أنت عندك 3 جهود يعني عندك 3 أوجه لأنك في النظام ثلاثي الأوجه صح كده؟ تمام يبقى أنا عندي لما هحسب القدرة هقول إيه؟ أن هي 3 في الفيس صح كده؟ 3 في الفيس طب والله أنا عاوز أحسبها ليه الوجه؟ وعايز أحسبها للخط أقول لك بقى إيه؟ أنه لو جينا نحسبها للوجهة أو للخط أقدر أقول لك أنه القدرة القدرة في النظام الثلاثي الأوجه الأوجه اللي هي بي تمام كده؟ القدرة في النظام الثلاثي الأوجه اللي هي رمزها إيه؟ بي يعني إيه؟ يعني قلنا إن القدرة في حالة اتزان الأحمال وتمثل الأحمال هتبقى البي تساوي 3 في البي فيس تمام كده؟ يعني القدرة كلية البي توتل هتساوي إيه؟ 3 في قدرة الوجه الواحد تمام؟ طيب والله أنا عايز أحسبها للوجه بقى عايز أحسبها للوجه الواحد هنقول إيه؟ إن البي تساوي لو عايز تحسبها للوجه يبقى 3 في البي فيس في الاي فيس صحي كده؟ في كوزين فاي وكوزين فاي ده هنكلم عنه إحنا قلنا عنه قبل كده تكلمنا عنه بس هنوضح نقطة علشان الأمثلة اللي إحنا هنشتغلها برضه طيب أموان لو هحسبها للدلتا تعالى نشوفها مع بعض دي البي تساوي إيه؟ جزر 3 طب هنا قلنا 3 يا مستر وهنا بنقول جزر 3 ليه؟ هنا نشغال على الوجه الواحد يبقى القدرة الكلية تساوي 3 في جهد الوجه الواحد بقى خلاص إنت حسبت التلات جهود في الطيار الوجه الواحد يبقى قلنا الطيار على التلات أوجه صحي كده؟ وكوزين فاي اللي هي معامل القدرة طيب هنا نقول إيه؟ جزر 3 يبقى مش هنقول في فيس بقى هنقول إيه؟ برافو عليك فيه في إيه؟ الـ I line في إيه تاني؟ كوزين فاي تمام كده؟ يبقى أنا كده أدرد أكتب القدرة الكلية اللي موجودة معايا طيب فيه الجزئية اللي بعد كده الجزئية الخاصة بمزايا النظام السلاسي الأوجه الجزئية الخاصة بمزايا النظام السلاسي الأوجه النظام السلاسي الأوجه ده يا شباب مستو إنه كمية النحاس المستخدمة أقل من نظام الوجه الواحد أي كمية النحاس المستخدمة أقل من الوجه الواحد يا مستر أنا هنا عندي تلت ملفات هقولك أي ما هو تلت ملفات الجهود بتتوزع على تلت ملفات فإنت مساحة المقطع المستخدمة ممكن تبقى مساحة مقطع صغيرة أقل من مساحة المقطع المستخدمة في الوجه الواحد عشان يتحمل صحي كده؟ طيب تعال نشوف مع بعض رقم واحد يحتاج إلى كمية نحاس أقل من نظام الوجه الواحد تمام؟ رقم اثنين ينتج المجال الدائر سابت القيمة الذي بنيت عليه نظرية عمل المحركات الاستنتاجية السلاسية الأوجه وهنا المجال المغناطيسي الدائر بيبقى سابت القيمة لأنه بيبقى بالنسبة للمحركات الاستنتاجية يعني هي فكرة عملها أنه المجال المغناطيسي الدائر بيبقى قيمته سابتة وده هنشوفها ان شاء الله في الصف الثالث بإذن الله طيب النقطة الثالثة يستخدم نظام النجمة الرباعي الأسلاك في أحمال القوى والإنارة وفي نفس الوقت للتوزيع على جهدين الـ VL و VF طيب في أي آلة طيار متردد 3 أوجه تكون القدرة الخارجة منها 150% من قدرة الوجه الواحد لنفس حجم الآلة يعني لو عندي محرك أو آلة مولد سلاسي الأوجه المولد ده بينتج القدرة بتاعته أصاد مولد وجه واحد القدرة المتولدة من الوجه الواحد أو مولد الوجه الواحد بيبقى أدها 3 مرات في مولد السلاسي الأوجه اللي أنت بتتكلم على 3 أوجه وكل وجه ليه قدرة صح كده كل وجه ليه قدرة طيب نشوف بعد كده النقطة الخامسة المحركات السلاسية الأوجه تعطي عزم دوران ثابت القيمة أما في محركات الوجه الواحد فإن العزم يكون نابضا معناها أنه طب هنا مستر انتحرك بتكلمنا عن محركات ومولدات أنا بكلمك عن نظام سلاسي الأوجه والله لقيته في المولدات لقيته في المحركات في المحولات هو نظام سلاسي الأوجه لازم تفهم النقطة دي طيب بعد كده نتكلم مع بعض عن مثال هنشتغله مع بعض والمثال ده بيجهزني لإيه بيجهزني أن أنا أقدر أكون فاهم المصطلحات اللي احنا قلناها الـ V-Face والـ V-Line والـ I-Line والـ I-Face والـ Cousine Phi والـ B أبقى فاهم الرموز دي كلها بتاعني لإيه علشان وأنا يعني بشوف المثال بتاعي أو هحل المثال بتاعي أو المسألة اللي قدامي أكون قادر أشتغل معها كويس وقادر أفهم المصطلحات اللي موجودة وحتت بقى أنه هو إيه التلعب بالكلام والمطلوب في كل مثال أهم حاجة في المسائل دي تاخد بالك منها إيه هي لابد أنك لازم تاخد بالك أنه هو المولد اللي بيكلمك عنه ده متصل إيه نجمة ولا دلتة طب المطلوب اللي هو هيطلبه هيطلبه في حالة التوصيل نجمة بس ولا في حالة التوصيل دلتة بس ولا هيطلب منك تحل المسألة مرتين أو تحسب القدرة مرتين إذا كان المولد متصل نجمة مرة وإذا تم توصيله دلتة توصيل ملفاته دلتة احسب لي القدرة لابد لازم ناخد بالنا من النقاط دي كويس يا شباب تمام؟ تعال نشوف المثال بتاعنا بيقول إيه ونحله مع بعض المثال بيقول مولد طيار متغير سلاسي الأوجه موصل بطريقة النجمة يعني إيه قف ده الكاف أنا سامع واحد بيقول إن هي اختصار قوة دفعة كهربية لازم ناخد بالنا من الحاجات دي بقى بيقول لي موصل بطريقة النجمة القوة الدفعة الكهربية للوجه تمام؟ احسب جهد الأطراف احسب إيه؟ جهد الأطراف هو مش أنا قلنا من شوية كده وإحنا شغالين قلنا إيه؟ قلنا إن هو ممكن يقول لك احسب جهد الخط وممكن يقول لك احسب جهد الأطراف صح كده؟ يبقى هنا بيقول لي احسب جهد الأطراف اللي هو جهد الخط وقدرة الخرج اللي هي القدرة اللي بيستهلكها النظام بقى الخرج اللي هيطلعه إذا علم أن الطيار في كل وجه اللي هو الطيار اللي هيمر في الوجه الواحد 30 أمبير ومعامل القدرة 8 من 10 تأخر تمام؟ أنا كده قرأت المثال فهمته؟ وأول حاجة هعملها هطلع البيانات اللي هي المسودة اللي بنتطلعها على جنبي دي علشان نبقى مركزين احنا هنحل إزاي؟ ويبقى عند المعطيات بتاعتي موجودة نشوف مع بعض هنعمل إيه؟ نقول بالزبط كده إيه؟ المولد كان متصل كان مولد طيار متغير سلاسي الأوجه موصل بطريقة النجمة يبقى هاجف المسودة بتاعتي هنا كده ونقول إيه؟ أهو كده على جنبه ونقول إنه بيقول لي إن المولد كان الـ V-Face كان بيسوي إيه؟ 3810 تمام؟ يبقى 3810 وعندي وعندي عندي كمان إنه بيقول لي إنه الطيار اللي هيمر فيه أو الطيار الوجهي اللي هو إيه؟ الـ I-Face هو بقول لك طيار وجه يبقى قيمته 30 أمبير هنا ما قال ليش طيار خط يا مستر هقوله ما إحنا بنوصل نجمة يبقى علشان ما تنساش حط علامة النجمة هنا كده منت لقيت إن المولد متصل إيه؟ نجمة صح كده؟ طيب معامل القدرة قال لك إيه؟ قال لك إن معامل القدرة الكوزين فاي قيمته كام؟ 8 من 10 تأخر تمام؟ طيب المطلوب قال لك احسب جهد الأطراف اللي هو مين؟ الـ V-L علامتني استفهامه هو عشان نبقى فاكرين وقال لي احسب إيه تاني؟ القدرة علامتني استفهام كمانه عشان ده المطلوب مني تمام؟ طيب نكمل إزاي؟ بقى نبدأ نحل الحل بتاعنا إزاي؟ أول حاجة هو طلب منك إيه؟ طلب مني الـ V-L يا مستر اللي هو جهد الخط هقول له على طول فتكر كنا بنقول جهد الخط ده عبارة عن إيه؟ قال لي إن جهد الخط قل له هنا كده المطلوب الأولاني حساب قيمة جهد الخط علشان أبقى عارف أنت هتتحل إيه؟ جهد الخط بيساوي جزر 3 في مين؟ في الـ V-Face صح كده؟ عوض أنت بتقول لي إن جزر 3 فيه الـ V-Face بكام؟ بتلاتة تمنمية وعشرة يبقى عوضنا تلاتة تلتمية تلاتة تمنمية وعشرة هتطلع بكام؟ طلعت معايا الناتج النهائي بستةلاف خمسمية تسعة وتسعين وحداشر من مية وحدة القياس بتاعتك إيه؟ اوعى تنسى فولت تمام كده؟ اوعى تنسى وحدة القياس طيب هو أنا كده حسبت مين؟ أنا كده حسبت الـ V-L صح كده؟ أنا كده حسبت جهد الخط طيب عايز تحسب إيه تاني؟ عايز أحسب القدرة والقدرة هنا بيقول لي إيه؟ هنقول له رقم اتنين قال لي حساب قيمة القدرة تمام؟ أو قدرة الخارج اللي هي مين؟ الـ V طيب الـ V انت شغال إيه؟ المولد متصل إيه؟ نجمة برافو عليك يبقى أنا لو هقول انت جبت الـ V-L طب فين الـ I ما هي القدرة عبارة عن أي قدرة جهد في طيار صح كده؟ أي قدرة ولكن انت هنا بتشتغل سلسل أوجو يبقى عندي هنا أفتكر دايما من ضمن المعطيات هنا افتكرها إن الـ I-Face اللي ادهالك يبقى الـ I-L يساوي I-Face تمام؟ اللي هو طيار الخط يساوي طيار الوج يساوي كام؟ 30 أمبير تمام كده؟ تمام طيب يبقى نيجي هنا نقول له حساب القدرة القدرة هتساوي إيه؟ انت مش جبت جهد الخط وجبت هنا طيار الخطة هو يبقى الـ B تساوي جزر 3 في مين؟ الـ V-L في الـ I-L في إيه؟ كوزين فاي كوزين فاي ده مين يا فندم؟ ده معامل القدرة وخد بالك إن معامل القدرة ده في حالة اتزان الحمل هيكون متماسي أو يعني في حالة تماثل الأحمال أو اتزان الأحمال بيكون معامل القدرة يساوي الوحدة وده أكدنا الحلقة اللي فاتت ده أكدنا عليه الحلقة اللي فاتت يبقى هنا تعالى نعوض بقى عندي جزر 3 في الـ V-Line بكام؟ اوعى تاخد الـ 3-810 اوعى تتلغبط وتاخد الـ 3-810 لا ده أنا طلعت هو طلعت جهد خط جديد يبقى عندي هنا 6,599 وتسعين وحداشر من مية في في مين؟ الـ I-L ده نحن شغالين نجمة يعني الـ I-L بيساوي مين؟ بيساوي الـ I-Face يعني قيمته 30 أمبير صح كده؟ طيب يبقى هنا في 30 في مين؟ في كوزين في اللي هو من الدهون بكام؟ بـ 8 من 10 يبقى القدرة تطلع معايا بكام يا شباب تطلع معايا بالناتج النهائي بتاعها هتبقى 274 ألف 274 ألف 319 واربعة وتمانين من مية وحدة القياس للقدرة يا شباب برافو عليك وات تمام كده؟ الرقم ده كبير يا مستر هو أنا ممكن أخليها بالكيلو وات برافو عليك اقسم على 3 رحل العلامة وارا شوي يعني ممكن أقول إن القدرة تساوي 274 274 علامة 319 بس بقت ايه شباب بالكيلو وات يبقى كده احنا شفنا مثال بيوضح لي إنه المولد كان متصل نجمة وقال لي إن جهد الوجه فيه ليه قيمة وقال لي احسب جهد الأطراف الكلمة اللي احنا أكدنا عليها ما يقول لك جهد الأطراف أو جهد الخط الكلمتين وحدة ومعامل القدرة فهمنا لما هو يبقى في الحمل المتماثل أو متزن هيبقى معامل القدرة يساوي الوحدة في حالة تزان الأحمال و لما يقول لي إن معامل القدرة 8 من 10 تأخر فيبقى أنا عندي القيمة اللي هو يدها لي هي دي قيمة معامل القدرة طيب نشوف معنا إيه تاني في الشريحة اللي بعد كده في مثال تاني بيقول إذا كان الطيار الخارج من مولد موصل بطريقة نجمة 200 أمبير والجهد بين الأطراف 11 كيلو فولت ناخد بالنا من الكلام ده ومعامل القدرة 8 من 10 تأخر في تكري كده معامل القدرة ده كان إيه كوزاين فاي برافو عليكم احسب طيار الوجه وجهد الوجه والقدرة الخارجة من المولد تاني نقرأ بسرعة كده إذا كان الطيار الخارج من مولد موصل بطريقة نجمة قيمته 200 أمبير والجهد بين الأطراف 11 كيلو فولت ومعامل القدرة 8 من 10 عاوز يحسب إيه طيار الوجه وجهد الوجه من المولد طيب تعالي نحل مع بعض يبقى أول حاجة هنعملها نرجع للورقة بتاعتنا ونبدأ نشتغل المثال مع بعض أول حاجة كان بيقول لي إن جهد الوجه هنا أو جهد الخط هنا كان كام كان 11 كيلو فولت أنا عندي هنا في المسواد ده بتاعتي هقول له إن ال VL كانت بتساوي إيه كانت بتساوي 11 كيلو فولت تمام طيب 11 كيلو فولت دول ومعامل القدرة كان كام معامل القدرة اللي هو كان الكوزاين فاي كان بيساوي 8 من 10 تأخر طب وقال لي إن الطيار في المولد دوت طيار الخط في المولد ال I L كان قيمته كان 200 أمبير صح كده عاوز يحسب إيه نفتكر مع بعض كان بقول عايز يحسب طيار الوجه وعاوز يحسب جهد الوجه صح كده وكمان قدرة الخارج ليه المولد ده والمولد ده كان متصل إيه يا فندم كان متصل نجمة علشان ما تنساش يعني حطها من ضمن معطياتك علشان إيه ما تنساش إنه أنت هتشتغل نجمة ولا دلتا يبقى أنا عندي هنا أنت هتشتغل أنت هتشتغل المسألة نجمة يبقى نفتكر على طول إنه كان في حالة النجمة أنت عايز تحسب ال I F صح كده بص أول مطلوب سهل إزاي رقم واحد حساب طيار الوجه ها تمام طيار الوجه اللي هو مين كان في توصيلة النجمة كان بيقول لك إيه إن ال I L يساوي ال I F يعني بكام يا مستر هو مدولك بكام هنا بمئتين أمبير يبقى عندي مئتين أمبير تمام يبقى كده أول مطلوب أنا عملته طب المطلوب التاني عندك مين ال V F ال V F هنا أنت في توصيلة إيه في توصيلة نجمة يبقى ال V F بتساوي ال V L على مين على جزر ثلاثة ما هم يدين ال V L صح كده يبقى أقدر أقول له إن خلينا نكمل هنا يبقى أقدر أقول له إيه إن 11 على جزر ثلاثة هو ينفع أسيبها 11 لا طبعا يا مستر ده أنا حيطلعها بالفولت لأنه هو مدهلك بكام 11 كيلو فولت يبقى في 11 11 ألف تمام على جزر ثلاثة تطلع معانا ب 6 3 6,355 وخمسة وتمانين من مية وحدة القياس إيه فولت تمام يبقى أنا جبت المطلوب التاني طب عاوز تحسب القدرة أنت شغال إيه المولد نجمة وإنت جبت الـ وإنت جبت الـ واجبت الـ جبته يبقى طب إيه اللي يخلينا اشتغل بالـ بقى ما أنا عندي هنا القدرة بتقول نقول له حساب القدرة اللي هي الـ 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 هنا تسوي إيه 3 V فس عندي في الـ فس في مين كوزين فاي صح كده يعني أقول له 3 في الـ فس أنا جبته أوعة تاخد ده أوعة ترجع للمسواد ده الـ فس أنت جبته بستة تلتمية وخمسين صح وخمسة وتمانين من مية في الطيار بكام هتقول لي ما أنا مش هاخد ده هقول لك لا ده أنت في توصيلة النجمة يعني الـ اللي بيسوي الـ حط قيمة الـ هنا 200 في كوزين فاي بكام بـ 8 من 10 يبقى أنا كده قدرت أعوض عن المعادلة بتاعتي وهتطلع معايا الـ بي تطلع بكام يا شباب بـ 3000 48 و 42 من 100 الوحدة القياس هنا كيلو واط بكده نكون شوفنا مع بعض انظمة التوصيل للنظام السلاسي الأوجو تعلمنا أن احنا معايا توصيلة النجمة أو موجود في انظمة توصيله وتوصيله ال�du وكمان قولنا بين الجهد والطيار في كل توصيله وقلنا مزايا النظام السلاسي الأوجه واشتغلنا مع بعض ورسمنا إزاي نوصل توصيلة النجمة وتوصيلة الدلتا إزاي نقدر نحصل على أكتر من قيمة للجهد وإزاي يبقى عندي الفيس والفيلاين بكده وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته